إذن لمزيد من القراءة حول نتائج الانتخابات التركية البرلمانية ورئاسية نضم إلينا مع القاهرات دكتور بشير عبد الفتاح الكاتب والبحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أهلا وسهلا بك يا دكتور بشير في هذه الساعة على القاهرة الإخبارية هذه الانتخابات بالتأكيد لم تكن حاسمة بالنسبة للانتخابات الرئاسية على الأقل من ناحية النظرية والقانونية لأي مدى أظهرت وبيانت أن هناك قساما عميقا داخل المجتمع السياسي التركي تحية لك أستاذ همام ولكل مشاهدي القاهرة الإخبارية في كل مكان وتحية خاصة جدا لفريق العمل في هذا المنبر الإعلامي المميز على التغطية الرائعة للأحداث في تركيا وللانتخابات الحالية حقيقة أن الانتخابات التركية شهدت استقطابا سياسيا حادا على المستويين الرئاسي والبرلماني دخلت في هذه الانتخابات متغيرات جديدة تسمى في علم السياسة بالـ Identity Politics أو سياسات الهوية بمعنى أن القوميين كان لهم دور محوري في هذه الانتخابات لدينا حزب الحركة القومية المتحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم وهذا تحالف الجمهور الذي يحكم والذي تمكن من السيطرة على غالبية البرلمان في الانتخابات الأخيرة وينافس في الجولة الثانية على منصب الرئيس هناك أيضا سينان أجان هذا الرجل الذي أصبح الرقم الصعب في المعادلة في الجولة الثانية بينما لم يكن له أي حضور أو تأثير في الجولة الأولى سينان أجان كان رجلا قوميا ينتمي إلى حزب الحركة القومية لكن انشق عنه وشكل تيارا سياسيا وخاضى الانتخابات بتحالف يسمى تحالف الأجداد الأكثر قومية والموغل في القومية والرافض للأقليات وتحديدا الأكراد الذين يحملهم مسؤولية الإرهاب والعنف في البلاد لذلك ظهرت مسألة الهوية مسألة القومية بشكل كبير في هذه الانتخابات علاوة على الانقسام ما بين طيارين طيار يريد لتركيا أن تحافظ على هويتها وأن تندمج نحو الدول الناطقة بالتركية في القارة الأسيوية وهي ست دول إلى جانب تعاون مع روسيا والصين ويقوده الرئيس رجب طيب أردوغان طيار آخر يرى التغريب وضرورة الاندماج مع الغرب في المنظومة الغربية الأطلسية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وهو طيار كمالك الاشتار أغلو زعيم تحالف الأمة لذلك يمكن القول أن هذه الانتخابات بامتياز سلطت الضوء على البعد القومي على البعد الهوياتي داخل تركيا إلى جانب الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي كانت حاضرة بقوة طيب دكتور بشيرة السؤال المهم على أقل بنسبة لي لم أجد إجابة في الحديث عنه ما يتعلق بنتائج الانتخابات البرلمانية التي حسبت بشكل واضح فوز تحالف الجمهور الذي يشمل طبعا العدالة والتنمية وغيرها من الأحزاب القومية الحركة القومية وما إلى ذلك فاز في الانتخابات البرلمانية حقق قرابة أو أكثر ربما من 53% من مقاعد البرلمان ال600 لماذا ذهب بعض الناخبين للتصويت لتحالف الجمهور دون أن يصوتوا لقائد هذا التحالف وهو أردوغان هناك تبرز فكرة الثقافة السياسية لدى الناخب التركي ما يجب أن ندرسه الآن في الحالة التركية أستاذ همام هو كيف يصوت الناخب التركي تركيا هي أعلى نسبة مشاركة سياسية في العالم في الانتخابات هذه المرة 89% وهذا رقم عالمي بامتياز في الخارج صوت الأكراد بنسبة 55% وهذا رقم أيضا يعتبر مرتفع للغاية السلوك التصويت للناخب التركي بمعنى القرار الذي يتخذ الناخب التركي لمن يصوت تحكمه اعتبارات عديدة أول هذه الاعتبارات الاعتبارات الاقتصادية وهي ثابتة لدى الناخب في كل زمان ومكان الأوضاع الاقتصادية ثم الأوضاع الأمنية لكن في تركيا هذه المرة حالة الاستخطاب السياسي الحاد دفعت الناخب إلى إحداث حالة من التوازن لا يريد أن يكون البرلمان وتكون الرئاسة في قبضة تحالف الجمهور الحاكم الذي منذ 21 عاما وهو يسيطر على الرئاسة والبرلمان الناخب التركي الحصيف يريد أن يبعث برسالة لأردوجان قد ندعمك في البرلمان وقد نترك الرئاسة لمحاولة أخرى لشخص آخر أو العكس لأن الناخب التركي يريد أن يبقى مع حزب العدالة والتنمية الذي حقق نتائج جيدة للغاية طوال العشرين عاما الماضية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسة الخارجية من وجهة نظر الناخب المؤيد له بينما بدأت تنتابه بعض الجوانب القلق من سياسة أردوجان التي بدأت تؤتي بنتائج عكسية في الداخل والخارج أيضا فيبحث عن التغيير لكن الناخب يخشى أن يكون بديل أردوجان غير قادر على إحداث التغيير المطلوب والعودة بتركيا إلى جدة الصواب لذلك هذا يعكس التردد لدى الناخب التركي نسبة التردد كانت 15% من الناخبين الذين يزيد تعدادهم عن 64 مليون ناخب 15% منهم كانوا دائما مترددين لمن يمنحون أصواتهم هذا التردد زاد في جولة الانتخابات الأولى لأن هناك مليون صوت باطل المليون الصوت الباطل إما أنه صوت لكثة المرشحين أو أنه أبطل صوته أو أنه ترك الورقة فارغة ومليون صوت هذا كبير جدا رقم كبير من 64 ونص مليون صوت ما يعني أن هناك من لا يزال مترددا من لا يزال معترضا على الأشخاص الذين تم ترشيحهم للرئاسة هناك أيضا 5 مليون أو 5% من الأصوات 5 و4 من 10% ذهبت إلى سنان أجان غير المعروف والذي لا يمثل نجومية في الحياة السياسية التركية وهذا يعكس أيضا رفض الناخبين لكل من أردوجان وكليشدار أغلو الأخطر من ذلك أستاذ همام أن هناك أكثر من 600 ألف صوت ذهبت إلى المرشح المنسحد محرم إنجا محرم إنجا انسحب قبل إجراء الانتخابات بـ 72 ساعة وهذا كان يكفي لأن يعزف عنه الناخبون لكن لظروف فنية لم يتم حذف اسمه من ورقة الاختراع لأنها كانت وزعت على اللجان ووزعت على 81 ولاية تركية إلا أن البعض صوت له 4 من 10% أو 5 من 10% من الناخبين الأتراك صوتوا لمحرم إنجا وهذا يزيد عن 600 ألف صوت ما يعني أن هناك 7 ملايين صوت على الأقل تعتبر مهدرة وترفض أن تذهب إلى أي من المرشحين ما يعني أننا بحاجة بالفعل لدراسة السلوك التصويت للناخب التركي الذي يؤيد أردوجان في البرلمان ويرفضه في الرئاسة والعكس أيضا بالنسبة وضحت هذه النقطة تحديدا دكتور بشير الورقة الكردية هي ورقة هامة ليس في الفوز لكن في الخسارة في خسارة ربما المرشح المعرضة كالإجدار أوغلو بعض الباحثين وبعض المراقبين الأتراك يقولون أن الأكراد ذهبوا إلى هذه الانتخابات من أجل أولا التصويت في الانتخابات البرلمانية وقد لا يذهبوا للتصويت في الانتخابات الرئاسية في الجولة الثانية أولا هذا صحيح ثانيا إذا ما كان صحيحا أنهم لن يذهبوا إلى الجولة الثانية فبالتالي هو خسر ملايين الأصوات مرشح المعرضة طبعا في الجولة الثانية وبالتالي يبقى الباب مفتوح أمام أردوجان لحصد هذه الانتخابات في جولتها الثانية دعني أذكرك وأذكر السادة المشاهدين أستاذ همام بأن الأكراد دخلوا هذه الانتخابات على مستويين المستوى الأول انتخابات الرئاسة يصوتون لكمالك الإجدار أغلو وهذا معلن حزب الشعوب الديمقراطية الكردي والأكراد بالمناسبة يمثلون يعني هم تعدادهم من 15 إلى 20 مليون يمثلون 9% من القوة التصويتية التركية وهي نسبة مهمة وفارقة للغاية ولديهم أكثر من 70 نائب في البرلمان لذلك يسمى الأكراد أو حزب الشعوب صانع الملوك هؤلاء اتفقوا مع كمالك الإجدار أغلو أن يمنحوه أصواتهم في الانتخابات الرئاسية وربما هذا الذي منع أردوجان من الحسم في الجولة الأولى لأن هذه الأصوات ساعدت بشكل كبير لكمالك الإجدار أغلو خصوصا وأن نسبة المشاركة لدى الأكراد مرتفعة للغاية في البرلمان مشاركة الأكراد مختلفة هم يصوتون لأنفسهم وليس لأي حزب سياسي آخر بمعنى هم ممنوعون من المشاركة باسم حزب الشعب الشعوب الديمقراطي الذي سجن زعيمه صلاح الدين ديمرتاش في العالم لكنهم صوتوا لحزب آخر أو تحت مسمى آخر هو اليسار الأخضر بالضبط في تركيا هناك مرونة في مسألة الأحزاب تستطيع أن تنشئ حزب آخر إذا ما تعرض حزبك للإغلاق أو للضغوط أو للمنع لذلك تحت مسمى حزب اليسار الأخضر دخل الأكراد وبدأوا يغازلون الناخب الكردي ويدخلون بحثا عن مقاعد لهم خاصة بهم في البرلمان أي أنهم لن يكونوا جزءا من أي تحالف معارض مع تحالف الأمة أو أي تحالف آخر وبالتالي هم سيصوتون مجددا لكمالك الإجدار أغلو في الجولة الثانية لأن هناك تحالف انتخابي وليس تحالفا سياسيا هناك فرق بين التحالف الانتخابي والسياسي التحالف الانتخابي ندخل الانتخابات معا وندعم بعضنا البعض لكن بعد الانتخابات كلهم يتجه داخل البرلمان إلى حيثما يريد هذا تحالف انتخابي فالأكراد ملتزمون أمام كمالك الإجدار أغلو بأن يمنحوه أصواتهم في الانتخابات الرئاسية مقابل أن يفرج إذا ما فاز في الانتخابات أن يفرج عن صلاح الدين دمرتاش رئيس حزب الشعوب الديمقراطية الكردي وأن يسمح للحزب بمزاولة عمله مرة أخرى وأن يخفف القيود على الحزب وعلى الأكراد مجددا وأن يدخل في عملية التفاهم مع الأكراد من أجل مزيد من الحقوق وبالتالي الأكراد لازالوا مع كمالك الإجدار أغلو في الرئاسة لكنهم يعملون لحسابهم في البرلمان دعنا نتحدث عن نسبة الخمسة المئة التي حصل عليها سنان أغلو الذي يوصف الآن بأنه قد يكون صنع الملوك في هذه الانتخابات أنت وصفت هذا الحزب ووصفت هذا التيار بأنه موغل في القومية التركية إذن هل يمكن قولا واحدا أن تذهب هذه الأصوات ككتلة واحدة إذا ما صح الحديث على أنها موغلة في القومية أن تذهب إلى الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان الذي يتحالف مع أحزاب الحركة القومية في تركيا إذا ما افترضنا أن سنان أغلو يستطيع أن يوجه هذه الكتلة التصويتية في أي وجهة وأن يستجيب الناخبون لمطلبه هناك أراء في تركيا ترى أن هناك التزام من جانب الناخبين بالشخص الذي منحه أصواتهم وأنهم يأخذون بنصيحاته الانتخابية حتى بعد خروجه هناك رأي آخر وهذا أنا باعتقادي الشخصي أن الناخب بمجرد أن يمنح صوته لمرشح معين ويفشل هذا المرشح هناك حرية للناخب في أن يوجه صوته حيث ما شاء خصوصا أن العلاقة التعاقدية الضمنية والسياسية بينه وبين المرشح انتهت بمجرد عجز هذا المرشح عن التحقيق الهدف الذي من أجله ترشح فلهم الحرية المطلقة لكن بعض المراقبين الأطراق يؤكدون أن النسبة التي صوتت لسينان أجان سوف تستمع إلى نصيحته طيب إلى أي مكان تذهب هذه الأصوات؟ طبعا كمالك الإجدار أغلو تحالف مع الأكراد وسينان أجان يكنه كراهية شديدة للأكراد والحزب الشعوب الديمقراطي الكردي وهو موغل في القومية كما ذكرنا وله موقف سلبي حيال الأكراد ومن ثم لا يمكن أن يمنح كالإجدار أغلو صوته لا سيما وأنه اشترط عليه شرطا قال له أنا مع المعارضة لكني أطالبك حتى أمنحك أصواتي بأن تتخلى عن التحالف مع حزب الشعوب الديمقراطي الكردي مع الأكراد كمالك الإجدار أغلو لا يستطيع أن يتخلى عن الأكراد لأن الأصوات التي يمنحها له الأكراد أكبر بكثير من الأصوات التي يمكن أن يتحصل عليها من سنان أجان ومن ثم يبدو أن فرص التفاهم بينه وبين سنان أجان ستكون ضعيفة للغاية تبقى فرصة التفاهم ما بين سنان أجان وأردوغان هناك وسيط ممكن أن يلعب دورا محوريا وهو دولة بهشالي رئيس حزب الحركة القومية نعم دولة بهشالي رئيس حزب الحركة القومية صحيح أن سينان أجان يختلف معه وانشق عنه لكن يمكن أن تكون هناك قنوات ووشائج للتواصل ما بين الجانبين يستطيع دولة بهشالي أن يقنع سينان أجان من أجل التقارب مع أردوغان ويمنحه صوته نظير تفاهمات يمكن التواصل إليها ما بين الجانبين خصوصا أن أردوغان اتهم الأكراد بالإرهابيين يعني أردوغان سعى لاستقطاب الأصوات الكردية والتفاهم مع حزب الشعوب الديمقراطي الكردي لكن بعدما رفض حزب الشعوب الديمقراطي دعم أردوغان وصفه بالإرهاب حتى أنه اتهم كالإجدار أغلو بأنه يعتمد على دعم الإرهابيين وهم الأكراد ودعم الإمبرياليين وهم الأمريكيين والأوروبيين لذلك تظل فرص أردوغان في استقطاب الأصوات الحاسمة أكبر بكثير من فرص كمال كالإجدار أغلو شكرا جزيلا دكتور بشير عبد الفتاح الكاتب والباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والسراتيجية على كل هذا التحليل وهذه المعلومات شكرا جزيلا